نستطيع أن نقول أن العزة بمعنى المنعة كما قلنا ومعنى التعالي ومعنى استحالة الوصول إلى هذا العزيز لا طبعا حسا ولا عقلا ولا خاطرا ولا شعورا بهذا المعنى لا يمكن أبدا أن تكون وصفا إلا لله سبحانه وتعالى ويستحيل أن تكون وصفا للبشر واضح طبعا أن حظ العبد هنا مليشي حظ بالمعنى الذي قلناه فإنه لا حظ للعبد في أن يكون يعني منيعا أو أن يكون متعاليا أو أن يكون لا تناله الأفكار ولا يعني تصل إليه الخواضر ولا مستحيل دهوى وسط الأفكار ووسط النواقص لكلها لكن قالوا أنه أيضا يعني عليه أن لا يعلم أن هناك عزيز إلا الله سبحانه وتعالى وبالتالي إذا طلب أن يعتزع بما تطيقه حالته البشرية لا يطلب العزة إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يطلبها من عبد لأنه إن طلب العزة من عبد مثله فليعلم أنه يطلبها من زليل وليس من عزيز